السلام عليكم هل تشعر بالإحباط من توفير أموالك في البنك دون الحصول على عوائد مجزية؟ هل تسعى لاستثمار أموالك بطريقة تضمن لك الاستفادة القصوى على المدى البعيد؟ صناديق الاستثمار قد تكون الحل الأمثل في هذا الفيديو سنغوص في عالم صناديق الاستثمار ونكشف كيف يمكنك استغلالها لتأسيس مستقبل مالي ثابت ومزدهر سنناقش أهمية التخطيط المالي ودور صناديق الاستثمار في تحقيق أهدافك المالية صندوق الدخل الثابت أو المحدود هو نوع من صناديق الاستثمار التي تتعامل بأدوات الدخل الثابت مثل السندات وبالتالي تتأثر قيمته وأداؤه بشكل مباشر بتقلبات أسعار الفائدة لهذا السبب يوصل الخبراء بأن تكون هذه الصناديق قصيرة الأجل لتجنب المخاطر الكبيرة مع الأخذ في الاعتبار احتمالية خفاض العائدات المحتملة تنقسم صناديق الاستثمار هذه إلى فئات متنوعة تبعا لخصائص الأسواق المستثمر بها وغيرها وتعتمد في عملها على صناديق الأسهم ومن أهم الفروق بينها وبين صناديق الدخل المذكورة سابقا هو تحقيقها لعوائد أعلى مما يجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يتحلون بالجرأة والاستعداد لتحمل مخاطر أكبر مقابل عوائد مرتفعة أساس عمل هذه الصناديق هو استثمار الأموال في الأسهم لتحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل سواء في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات أو في قطاع محدد وتعتبر هذه الأموال مناسبة للمستثمرين الذين لديهم استعداد أكبر للمخاطرة وأهداف مالية طويلة الأمد من الصناديق التي أصبحت لها شعبية كبيرة جدا في السنوات القليلة الماضية والتي تندرج تحت لقب صناديق المؤشرات إذ تستند استراتيجيتهم الاستثمارية إلى الاعتقاد بأنه من الصعب جدا وغالبا ما يكون مكلفا محاولة التغلب على السوق باستمرار لذلك يشتري مدير صندوق المؤشر الأسهم التي تتوافق مع مؤشر السوق الرئيسي مثل S&P 500 أو مؤشر داو جونز الصناعي للنجاح كما تتطلب هذه الاستراتيجية أبحاثا أقل من المحللين والمستشارين لذلك تحتاج نفقات أقل قبل أن يتم تمريرها إلى المساهمين وغالبا ما تتوافق هذه الأنواع من الصناديق مع وضع المستثمرين الحساسين للتكلفة تمثل صناديق المؤشرات بعض وسائل الاستثمار الأكثر تنوعا في السوق فبدلا من انتقاء واختيار الأوراق المالية المختلفة يمكنك الحصول على قطعة من كل شيء وتتميز تلك الاستراتيجية بأنه يمكن أن تولد عوائد ثابتة مع مخاطر أقل فتكون ذات قيمة للمستثمرين على المدى الطويل بسبب بساطة استراتيجيته لكن الرهان على اتجاهات السوق على المدى الطويل يمكن أن يكون خطوة كبيرة يتفوق فيها عدد قليل من المديرين والتجار الناشطين على المؤشرات القياسية على مدى عقود ومع ذلك فإن الصندوق الذي يدار بنشاط قد يكسب مكاسب قصيرة الأجل أكثر من هذا الصندوق يركز هذا النوع من الصندوق على قطاع محدد من الاقتصاد كالقطاع المالي والصحي والتكنولوجي ويتخلى عن التنويع الواسع لذا يمكن أن تكون أموال هذا القطاع متقلبة للغاية لأن الأسهم في قطاع معين تميل إلى أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض وتوجد إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة ولكن القطاع قد ينهار أيضا وينقسم هذا النوع من الصناديق إلى الصناديق الإقليمية التي تركز على منطقة جغرافية محددة من العالم كقارة مثل أمريكا اللاتينية أو بلد كالبرازيل فقط وتتميز تلك الأموال بأنها تسهل شراء الأسهم في البلدان الأجنبية والتي يمكن أن تكون صعبة ومكلفة لكن عليك أن تقبل ارتفاع مخاطر الخسارة إذا دخلت المنطقة وكانت تعاني من ركود سيء أما النوع الثاني فهو الصناديق المسؤولة اجتماعيا أو الصناديق الأخلاقية الموجودة في الشركات التي تستوفي معايير بعض المبادئ التوجيهية أو المعتقدات على سبيل المثال الصناديق المختصة في المقام الأول في التكنولوجيا الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو إعادة التدوير في حين تبتعد عن بعض الصناديق المختصة في صناعات سيئة مثل التبغ أو المشروبات الكحولية أو الأسلحة أو الطاقة النووية والفكرة هي الحصول على أداء تنافسي مع الحفاظ على نظافة الاستثمار يوصف هذا النوع من الصناديق بمصطلح ATF وهو مصطلح يدل على تعقب مؤشر المحفظة المكونة من الأوراق المالية الفردية وكما هو الحال مع صناديق الاستثمار المشترك المذكورة سابقا فعند شراء ATF لا يمكنك اختيار أمان معين بدلا من ذلك يمكنك فقط اختيار فئة أصول معينة أو قطاع أو بلد أو استراتيجية استثمار متخصصة يوجد نوعان بارزان من صناديق الاستثمار المتداولة منها هما صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة التي تتبع بعض مضاعفات سعر أصولها الأساسية وصناديق الاستثمار المتداولة العكسية التي تتبع عكس أصولها الأساسية ما يميز هذا النوع من الصناديق أنه يمكنك الاستثمار في كل شيء من الأسهم والسندات وقطاع التكنولوجيا كما يمكنك شراؤها وبيعها بسهولة بعكس الصناديق التقليدية وأيضاً يمكنك شراء حصة من أبل، ناسدك كما تميل إلى أن تكون أرخص قليلاً من باقي أنواع الصناديق التقليدية يختص هذا النوع من الصناديق بالاستثمار بين مزيج من الأسهم والسندات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لتحقيق التوازن بين تحقيق عوائد أعلى ضد خطر فقدان المال وتأتي هذه الصناديق بنوعين النوع الأول هي الصناديق الغير المحافظة التي تمتلك عدداً أكبر من الأسهم وعدد أقل من السندات في حين تحتفظ الصناديق المحافظة بعدد أقل من الأسهم مقارنة بالسندات في هذا الصندوق تستثمر الأموال في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت قصيرة الأجل مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة وقبول المصرفيين والورق التجاري وشهادات الإيداع لذا فإنهم أكثر أماناً من باقي الصناديق صندوق الاستثمار برأس مال محدد المعروف بالصندوق المغلق يتميز بأن أسهمه مدرجة في البورصة وتخضع للتداول حيث يتغير سعر السوق لأسهم الصندوق المغلق خلال اليوم بناء على العرض والطلب مثله مثل الأوراق المالية الأخرى المتداولة ولذلك قد يتساوى سعر السوق مع القيمة الصافية لأصول الصندوق للسهم الواحد أو لا تتميز الصناديق المغلقة بإمكانية الاقتراض بسعر فائدة 4% أو إصدار أسهم مفضلة بمعدل عائد 4% واستثمار الأموال في أصول تحقق عائد 6% مما يولد عائد إضافي بنسبة 2% لحامل الأسهم هو نوع من أنواع الصناديق التي تضمن العائد الجزئية للاستثمار حسب الحد الأدنى من الربح لذا يصنف إلى صنفين صندوق ثابت العائد وهو يضمن سداد الاستثمار بالإضافة إلى حد أدنى ثابت للعوائد وصندوق متغير العوائد وهو يضمن سداد الاستثمار بالإضافة إلى الحد الأدنى للعائد الذي يعتمد على بعض الظروف المتغيرة والتي ترتبط بمؤشر معين ك-IPX35 ومن المهم تسليط الضوء على حقيقة أن العائد لا يضمن إلا عند النطج وهذا يعني أنه إذا تم ردها قبل الاستحقاق فإنه لن يستفيد من العائد وغالبا ما تكون رسوم الاسترداد المبكر لهذه الصناديق مرتفعة الهدف الرئيسي من صناديق الاستثمار ذات العائد المطلق هو الحصول على أعلى عائد بأقل مخاطر ممكنة لذا فإن هذه الأموال لا تتبع أي مؤشر لأن هذا يعني ربط الربحية بتطور السوق ومن أجل تجنب ربط العوائد بتطور السوق يبحث المستثمرين عن استثمارات يحصلون منها على عائد أعلى ضمن مستوى قليل من المخاطر لذا يمكن القول أن الغرض من هذه الصناديق هو الحصول على عائد إيجابي لا ضمان عليه تأتي صناديق الاستثمار بأنواع مختلفة ومتعددة تبدأ بصندوق الدخل الثابت أو المحدود التي تتميز بقلة العائد مع قلة المخاطر للمستثمرين الحساسين للتكلفة وصندوق الاستثمار المشترك التي تضع الأموال في الأسهم لتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل في مجموعة واسعة من الصناعات لذا تمتاز بتكلفة أعلى ومخاطرة أعلى وتنتهي بصندوق العائد المطلق التي تمتاز بعائد إيجابي دون ضمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر